بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله مشاهدين الكرام في لقاء جديد وفي حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى في هذه الحلقة نسعد باستضافة معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ صالح حياكم الله وبرك بكم كما نسعد كثيرا مشاهدين الكرام بتلقي أسئلتكم وطرحها على أصحاب الفضيلة العلماء برسائل نصية واتسأب على جوال 0501785536 أعود إليكم مرة أخرى معالي الشيخ صالح وأعرض على سماحتكم ما وصل إلينا من أسئلة من المشاهدين الكرام هذا السؤال الأول يقول معالي الشيخ ما هو تفسير قول الله تعالى في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم اختار الله أنبياءه وخصهم بالوحي المنزل عليهم ليبلغوه إلى أممهم يبلغوه إلى أممهم وقد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة فجزاهم الله عن المسلمين خيرا الجزاء رجالا فالنبوة خاصة بالرجال وليس في النساء ما من أوحي إليها وأما قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى فهذا إلهام المراد به الإلهام أي الألهمنا أم موسى نعم إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر أي العلماء إن كنتم لا تعلمون هل فيه أن الجاهل يسأل أهل العلم ولا يسأل غير أهل العلم من المتعالمين ومن الذين يتصدون للعلم والتعليم وهم غير مؤهلين فإن هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون إن كان عندهم إسلاح فاسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء إن كنتم لا تعلمون فالذي لا يعلم يسأل العالم هكذا أمر الله سبحانه وتعالى نعم وماذا عن قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى زينة الدنيا التي متع بها الكفار فهي الدنيا رخيصة عند الله جل وعلا ولهذا في الحديث لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء فالدنيا ليس لها قيمة عند الله جل وعلا إلا لمن استعان بها على العمل الصالح فإنها نعمة المعين استعان بها على العمل الصالح فهي نعمة المعين من الله سبحانه وتعالى نعم حسن الله إليكم هذا أبو محمد يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو علم ينتفع به يقول ما هو المقصود بالعلم الذي ينتفع به وهل يقتصر ذلك على العلم الشرعي فقط أم أنه يشمل كافة العلوم الدنيوية النافعة هذا خاص بالعلم الشرعي هذا الذي جاءت به الأنبياء العلم الشرعي وأما علوم الدنيا فالناس يدركونها بخبراتهم وتجاربهم يدركونها بخبراتهم وتجاربهم فالرسل ما جاءوا ليعلموا الناس أمور الدنيا وإنما جاءوا ليعلمهم أمور دينهم وما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى نعم وأيضا له تتم يقول المساهمة في طباعة الكتب هل يدخل تحت العلم الذي ينتفع به يدخل في نشر العلم يدخل في نشر العلم والذي يطبع الكتب النافعة والزعة له أجر عظيم هذا من نشر العلم ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نعم أيضا أحسن الله إليكم يقول ما هو تفسير قول الله تعالى في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هذا فيه أن الأمور العامة أن الأمور العامة لا يتدخل فيها إلا أهل الحل والعقد الذين يحسنون يحسنون تصريفها وإنزالها منازلها نعم أهل الحل والعقد من العلماء ومن أولاة الأمور من أولاة الأمور فأولاة الأمور يكونوا للسياسة أمور السياسة وأهل العلم يكونون للعلم يبينونه للناس نعم نسعد كثيرا مشاهدين الكرام بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الرسائل النصية عبر الواتس أب على جوال 0501785536 أعود إليكم مع الشيخ صالح وأطرح سؤال الأخ أبا علي يقول عندي ماشية وأعلفها طوال السنة فهل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة التي تعرف إنما الزكاة في السائمة التي ترعى الحول كلها أو أكثر الحول أما إذا أعرفها فليس فيها زكاة سائمة ولكن إذا تحصل منها على مال باعها وتحصل منها على مال فإنه يزكي هذا المال نعم أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول في سؤاله ما معنى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه يعني يتألم الميت الميت يتألم من بكاء أهله عليه فالمراد بالتعذيب هنا أنه يتألم من بكاء أهله عليه ولذلك لا يجوز لا يجوز رفع الصوت بالبكاء على الميت أما البكاء الذي ليس معه رفع صوت فلا باس به فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى نعم أيضا هذا سؤال الأخ محمد يقول نحن خرجنا للبرية وحان وقت الأذان فهل يجوز أن نؤذن للصلاة من دون وضوء أم أن الأذان يشترط له الوضوء لا يشترط له الوضوء الوضوء يشترط للصلاة وأما الأذان يجوز للإنسان أن يؤذن وهو على غير وضوء نعم أيضا هذه الأخت هاجر تقول هل تجوز الصدقة عن الوالدين وهم أحياء أيضا وهم أموات ثم تقول هل يجوز العمرة عن الوالدين بعد وفاتهما نعم يجوز الصدقة عن الوالدين وعما تريد من إخوانك المسلمين تصدق عنهم بمعنى أن تنوي أن ثواب الصدقة لهم وهذا مما تدخله النيابة فلا بأس بذلك وبقيت السؤال أي يقول عن العمرة نعم هل أعتمر تقول أن عندها شك أو لبس في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وهي الوقف أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له نعم هي الألبس عليها العمرة تقول هل تدخل ضمن هذه الأصناف نعم تدخل لأن العمرة حج حج أصغر نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح أيضا هذا سائل يقول ما هي الشجرة الملعونة في القرآن الشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم شجرة نعم الزقوم والعياذ بالله طعام أهل النار نعم أحسن الله إليكم هذه أيضا إحدى الأخوات تقول والدة كبيرة في السن وملازمة للفراش وعليها حفا أعزكم الله وأجلكم تقول ويأتي وقت الصلاة وتصلي لأنه يصعب عليها زالتها أو تغيرها تقول هل صلاتها صحيحة إن شاء الله لا يكلف الله نفسا إلا وسحها فإذا كانت لا تستطيع تغيير الملابس نعم فإنها تصلي في ملابسها ولو كانت عليها نجاسة إذا كانت لا تستطيع زالتها نعم أيضا الأخ صالح يقول ما حكم النوم على جنابه يجوز النوم على جنابه ولكن الأفضل أن يغتسل قبل أن ينام هذا هو الأفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم أيضا هذا سؤال الأخ علي يقول ما المقصود بالعالمين في قوله تعالى في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمين كلهم في وقته صلى الله عليه وسلم وبعد وقته فرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة للعالمين فليست خاصة بأمته بل هي عامة نعم الله إليكم أبو صالح يقول ما هو شرح حديثي النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليلة والنهار نعم هذا فيه النهي عن سب الدهر لأن الدهر مخلوق لله وهو الذي يجري فيه ما يشاء سبحانه وتعالى فإذا سب الدهر فيكون سبه متوجها إلى الله جل وعلا لأن الله هو الذي يتصرف في الدهر نعم ويحدث فيه ما يشاء والدهر إنما هو زمان وقت ليس له تدخل في ما يحدث فيه نعم أيضا سؤال الأخ صالح يقول دخلنا المسجد الحرام وهو يقيم لصلاة العشاء فأدينا الصلاة مع الجماعة وبعد الفراغ من صلاة العشاء أدينا صلاة المغرب فما هو الحكم علينا لا هذا لا كان دخلتم مع الإمام بنية المغرب فإذا قام الإمام للرابعة أنتم تجلسون ولا تقومون معه ثم إن شئتم سلمتم لأنفسكم وإن شئتم انتظرتم حتى يسلم الإمام فتسلمون معه لكن ماذا هل عليهم شيء شيخ في هذه الحالة؟ نعم لا يعذرهم بالجهل لكن لا يعودون لمثل هذا نعم صلى الله عليه وسلم هذا أيضا يقول في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتمه وتحاببتم أفشوا السلامة بينكم يطلب شرحا بسيطا للحديث وأثره على المجتمع هذا الحديث واضح معناه لكل أحد يقول الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى تحابوا يعني لا تؤمنوا الإيمان الكامل حتى تحابوا فيما بينكم لأن المؤمنين إخوة يحب بعضهم بعضا إنما المؤمنون إخوة يحب بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا على الحق وعلى الخير تعاضدون هكذا شأن المسلمين نعم هذا حفظكم الله مع الشيخ صالح يقول إنه ذهب إلى الحج في العام الماضي كان منتدبا من جهة عمله يقول ذهب في واحد ذي الحجة يقول فلما جاء يوم الثامن أحرم ودخل في النسك وهو لم يلبس الإحرام آنذاك عندما قدم إلى مكة في واحد ذي الحجة يقول هل علي شيء نعم كان الواجب عليه أن خرج أنه يخرج إلى الميقات الذي مر به وفي طريقه لم وهو يريد الحج والعمرة لكن في وقتها يريدها في وقتها وهو مر مبكرا بالميقات فيذهب إلى الميقات الذي مر من عنده ويحرم منه بالحج نعم حسن الله إليكم أبو محمد يكون عليه فدية في هذا إذا كان أحرم من مكة نعم ولم يرجع إلى الميقات يكون عليه فدية نعم نعم أبو محمد من الرياض يقول هل يصح وصل السنن الروات تبدوات الأربع ركعات في صلاة الظهور والعصر بسلام واحد نعم يسلم من كل ركعتين قال صلى الله عليه وعليه صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى نعم أيضا من الأسئلة التي وردت معالي الشيخ يقول أعطيت شخصا من زكاة مالي ولم أخبره أنها زكاة إذا كنت يغلب على ظنك أو تعلم أنه محتاج فلا حاجة أن تخبره لأنها زكاة نعم إلا إذا كان هو لا يقبل الزكاة يعرف عنه أنه لا يقبل الزكاة فأنت تخبره بذلك نعم أبو سعد أيضا له سؤال قريب من هذا يقول أبناء بنتي محتاجون هل يجوز أن أصرف الزكاة لهم لا لا تحل زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده عمودي النسب لا تحل زكاة بعضهم لبعض لأن الواجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانوا محتاجين ولا تعطيهم من زكاتك تنفق عليهم نعم أحسن الله إليكم هذا يقول إنه أدى راتبة الفجر فهل تقوم مقام تحية المسجد وما هو الأفضل نعم إذا دخلت المسجد وصليت راتبة الفجر التي نعم راتبة الفجر فإنها تكفي عن تحية المسجد نعم أيضا سائل يقول ما حكم من نسي التشاهد الأول وقام إلى الثالثة إن كان ذكر قبل أن أن يشرع في الركعة الثانية فإنه يرجع ويأتي بالتشاهد ويسجد للسهو أما إن كان ما ذكر إلا بعد أن شرع في الركعة الثانية شرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يرجع ولكن يجب عليه سجود السهو وسجود السهو يجبر هذا النقص نعم هل يكون سجود السهو قبل التسليم أم بعد التسليم إن كان عن زيادة في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد التسليم وإن كان عن نقص في الصلاة فالأفضل أن يكون قبل التسليم هذا أفضل أما من حيث الأصل فيجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون بعده يعني في مثل حالة الأخ السائل الأفضل أن يكون قبل التسليم نعم هو عن نقص نعم نعم أحسن الله إليكم هذا يقول هل تجب تكبيرة الإحرام لسجود الشكر كل سجود فإنه يجب له تكبير كل سجود فإنه يجب له التكبير عند انحطاطه له نعم أحسن الله إليكم وكذلك يكبر إذا قام منه نعم أحسن الله إليكم هذا يقول ما هو تفسير قول الله تعالى في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبعا من المثاني سورة الفاتحة لأنها سبع آيات سبع آيات وهي القرآن العظيم فهي السبع وهي القرآن هي قرآن وهي سبع نعم هذه إحدى الأخوات معالي الشيخ تقول إذا بكى طفلي هل يجوز لي أن أقطع الصلاة وهذا أمر يحدث معي بشكل دائم لا تقطع الصلاة إلا إذا كان عليه خطر إذا كان عليه خطر من حريق أو غرق أو خفرة يقع فيها فإنك تقطعين الصلاة لإنقاذه أما إذا لم يكن في هذه الحالة ما عليه خطر فلا تقطع الصلاة نعم أيضا من ضمن سؤالها معالي الشيخ أن لديها أطفال ويمرون أمامها أثناء أداء الصلاة تقول هل مرورهم يقطع صلاة أيضا؟ لا لا حرج عليك في ذلك لأنهم أطفال ولا حرج عليك في ذلك صلاتك صحيحة إن شاء الله أيضا هذا الأخ محمد يقول ما الحكم طاف للوداع بعد صلاة العشاء ثم نام إلى الصباح في الفندق ثم أصبح فسافر مباشرة هذا غلط إذا طاف للوداع فإنه يخرج من مكة ويبيت خارج مكة فإذا بات في مكة بعدما طاف للوداع فإن وداعه ينتقض ولا بد من إعادته عند الخروج نعم إذا كان ما فعل هذا يكون عليه فدية يذبحها في مكة شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم نعم حسن الله إليكم هذه تقول أصلي في البيت مع صوت المسجد المجاور للمنزل هل صلاة صحيحة؟ لا ما هي صحيحة ما تصح إلا في المسجد منك ما تصح في بيتك تابعين الإمام وبينك وبينها مسافة وبينك وبينها قد يكون شوارع وبينك وبينها جدران ما يصلح هذا نعم حسن الله إليكم هذا هي أيضا من أحد الإخوة يقول في صلاة الاستسقاء فاتتني التكبيرات وأدركت الركعة يقول هل تقضى التكبيرات أم لا وإذا كان نعم فكيف يتم القضاء لا إذا فاتت التكبيرات لأنها سنة ما على تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام هذه ركن لا تتركها وأما غيرها من التكبيرات الزوائد فإنها سنة نعم أيضا سؤال آخر قريب من هذا السؤال معالي الشيخ يقول صلاة الجنازة إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتين كيف أقضي هاتين التكبيرتين؟ تكملها تكمل أربع تكبيرات وتسلم إذا أكملتها نعم أيضا من الأسئلة مع الشيخ صالح يقول أرجو مما عليكم شرح الحديث وبيان فوائده عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه نعم هذا حديث مؤكد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالأيمان نفي الإيمان عنه والمراد نفي الإيمان الكامل وليس معناه أنه يكفر لا لكن ينتفي عنه الإيمان الكامل والله لا يؤمن من لا يأمن جاره أي المجاور لبيته بوائقه يعني خياناته خياناته كأن ينظر إلى بيت جاره أو يتسمع لكلام جيرانه أو يؤذيهم بأي نوع من الأذى نعم فهذا لا هذا ينقص إيمانه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحسن إلى جيرانه لأن الجار له حق على جاره نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح هذا يقول إنه صلى في الحرم المكي في صحن الحرم ومرت امرأة أمامه وهو في الصلاة يقول هل يعيد صلاته لا ما تضر لأن الحرم له استثنى الحرم له استثنى فلا يقطع الصلاة فيه أحد يمر نعم أحسن الله إليكم هذا يقول عند قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم يقول ماذا أقول نعم يقول ماذا أقول عندما أسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم قل الصلاة خير من النوم مثل ما يقول المؤذن نعم أحسن الله إليكم هذا يقول أعاني من كثرة التفكير في الصلاة وعدم الخشوع فيها فما توجيه فضيلتكم عليك بمحاولة الخشوع في الصلاة وحضور القلب وإذا أحسست بشيء من الهواجس فارفضه وارجع إلى صلاتك يذهب عنك بإذن الله حسن الله إليكم هذا يقول حلفت يمينا على أولادي وأنا في حالة غضب ألا أذهب إلى بيت أخي فهل أحنث إذا ذهبت إلى بيته مرة أخرى نعم كفر عن يمينك وتكفي مرة واحدة تنحل اليمين بالكفارة نعم يقول كيف يكون الاستغفار للميت الاستغفار اللهم أغفر لفلان تقول اللهم أغفر لفلان ابن فلان تسميه باسمه وتطلب له المغفرة نعم هل دعاء الاستفتاح للفريضة والسنة أم أنه للفريضة الدعاء الاستفتاح لكل صلاة من سنة وفريضة لكل صلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة نعم يقول ما الواجب علي فعله إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة هل أقطع الصلاة أم أتم النافلة إن كنت تخشى أن يفوتك الركوع فاقطعها وإن كنت لا تخشى فأكملها تكملها خفيفة وتلحق بالإمام مع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح شكر الله لكم كريمة استجابتكم وإجابتكم على أسئلة الإخوة والأخوات بارك الله فيكم شكرنا يمتد لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم فتاوى يتجدد البرنامج بإذن الله تعالى بأصحاب الفضيلة العلماء في حلقات أخرى قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته